السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم الفيديو ده بخصوص وظائف الخاصة بالشؤول الإسلامية وزارة الشؤول الإسلامية بتعلن عن أكثر من 600 وظيفة لحاملية ثانوية فأعلى براتب تصل إلى 6000 ريال بتعلن وزارة الشؤول الإسلامية والدعوة الأرشاد عن دعوة الرغبين لشغل وظيفة في عدة مناطق بالمملكة على نظام العقود الرسمية براتب شهري للجامع 6000 ريال والثانوية 4500 ريال أو على نظام المكافآت في مناطق الرياض نجران الحدود الشمالية المؤهلات المطلوبة شهادة الثانوية العامة فما فوق تفاصيل الوظيفة راتب شهري للجامع 6000 ريال راتب شهري للثانوية 4500 ريال أو على نظام المكافآت الوظائف الشاغرة إمام ومؤذن الوظائف المتاحة حسب المناطق عدد 491 وظيفة في منطقة الرياض عدد 52 وظيفة منطقة الحدود الشمالية عدد 67 وظيفة منطقة نجران الشروط العامة أن يكون المتقدم سعود الجنسية حسن السيرة والسلوك اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي على يقل عدد العمر المتقدم عن 18 سنة لوظائف الأئمة شهادة الثانوية في أعلى مع حفظ ما لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم لوظائف المؤذنين شهادة الثانوية في أعلى مع حفظ ما لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم ملاحظة الوظائف ستكون وسوغات التعيين لها وفق الشروط العامة المقررة لنظام تعيين الأعمى والمؤذنين والمدونة في بوابة الوزارة الإلكترونية موعد التقديم يبدأ التقديم بمشيئة لا يوم الأربعاء غدا إن شاء الله بتاريخ 15444 حتى الخميسة الموافقة 30444 التقديم يدويا التقديم لقسم الاستقبال بإدارة شؤون المساجد بالمناطق المحددة منطقة الرياض منطقة نجران منطقة الحدود الشمالية بالتقديم لقسم الاستقبال بإدارة المساجد بمنطقة الرياض ومنطقة الاستقبال بإدارة شؤون المساجد منطقة نجران وقسم الاستقبال بإدارة شؤون المساجد منطقة الحدود الشمالية في الفترة من 15.444 حتى الخميس الموافق 30.444 طبعا أتمنى لجميع التوفيق شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم